أهلا بكم عبر قداسة البابا فرانسيس عن حزنه وتضامنه مع الشعبين المغربي والليبي في أعقاب الزلزال المدمر الذي تعرضت له المغرب والإعصار الذي ضرب ليبيا وفي برقيتين موقعتين أكد قداسته قربه للضحايا وعائلاتهم بالصلاة فور تلقيه النبأ الأليم معربا عن تضامنه العميق مع المتضررين من هذه المأساة في الجسد والقلب ورفع الحبر الأعظم الصلاة من أجل راحة نفوس الأشخاص المتوفين وشفاء الجرحة والعزاء لمن يبكون فقدان أقاربهم وبيوتهم وختمت البرقيتان مؤكدة صلاة البابا إلى الله كي يعدد المغاربة والليبيين في هذا الاختبار مثليا كذلك على السلطات المدنية وفرق الإنقاذ التي تعمل على تقديم المساعدة والدعم للمتضررين مستمطرا على الجميع البركات الإلهية وفي ذات السياق قدم جلالة الملك عبد الله الثاني تعزيه بضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المدن والمناطق في المغرب والإعصار والفيضان الذي أصاب عدة مناطق في ليبيا ووجه جلالة الملك الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات للأشقاء المنكوبين في المغرب وليبيا وتسيير طائرات مساعدات إنسانية وغاثية إلى البلدين الشقيقين متمنيا للشعبين المغرب والليبي دوام الأمن والطمأنينة ومن جهتها أكدت السفارتان الأردنيتان في المغرب وليبيا أنهما لم تبلغا بوفيات أو إصابات بين الأردنيين المقيمين أو المتواجدين في المناطق المنكوبة ترجمة نانسي قنقر